ميزات وأسرار بالآيفون لازم تعرفها الإنترنت بيبدأ عن طريق الفيسبوك وتطبيقات كثير مهمة بتطور لغاتك كل هود القصص وكثير غيرهم لحكي عنا الليلة بهنتك ويلا نبدأ ميزة سحرية بواتس أب خاصة لأشخاص اللي بيطلبوا ديليفر كثير كيف تحكي مع أي شخص على واتس أب ومن دون ما اضطر تسجله رقمه بالقونتاك لست عندك كل القصصة أنا بتروح على الواتس أب وبتقبص على كبسة التشات اللي تحت عزاوي ومجرد ما تعمل كوبي للرقم دغري حيطلع لك رقمه بكلمة التشات حد بتفوت عليها وتبعت له شو ما بدك بدك تعرف لما تبعت إيميل لشركة أو لأي شخص إذا قريه أو لا تعشوف كيف بتفوت على جوجل وبتكتب إيميل لتراكر فورت جيميل وبتختار أول وحدة وبتنزل لإكسنشن وبتعمل ساين أب فور فري وهلأ هروح أبعت إيميل أنا لخالد قل له مرحبا كيفا هون ببين عندي باللون الأخضر معناتها أنه خالد إري الإيميل شفت فيديو على تيك توك وحبيته بس نسيت تعمله سايف ما قدرت ترجع له أو عمل ريفرش لتيك توك هاشي صارت معنا كلنا صح؟ تعقل لك كيف ممكن ترجعها تلاقيه قبل ما خبرك كيف عمول سايف للفيديو كرميل ما ترجع تضيعه إذا ضيعته بتروح على الهوم بيج من بعدها بتروح على السيرج تكتب نقطة وبتعمل سيرج من بعدها تقدر تشوف كل الفيديوات يلي حضرتها بآخر سبعة أيام إذا عشاك تعليم اللغة الإنجليزية هيدا الفيديو لكم تطبيق كتير مهم بطور لغتك الإنجليزية بشكل رهيب بتعشوفه اسم التطبيق ألسا بتنزله على تليفونك وبتحدد لغتك وقديش بتعرف إنجليش وبتعمل ساين أب هيدا الموقع بيخليك تحكي إنجليش من دون أخطاء بتكبص على ستادي باي توبيك وبيعتيك الدروس حسب الموضوع اللي بدك انت ياها مثلا شيء له علاقة بالصحة في لسنز خاصة مثل هالس وأكيد في كتير مواضيع لتحسن النطق بتفوت على امبروب فرونسييشن وبيعتيك نص برجع انت بتقرأ بيقلك وين غلطت باللون الأحمر كمان بيعتيك العلامة اللي بتستهله عكل الدرس كيف بتحصل على انترنت ببلاش عن طريق الفيسبوك تعشوك الفيسبوك في سر بيخليك تعمل كونكت على أي واي فاي قريبة منك وبيبالاش بتفوت على فيسبوك وبتقص على زر الفيديو اللي فوق وبتروح على البروفيل بتطلع لك تجد واي فاي نيريو بتفوت عليها وكمان حتبين عندك كل الأماكن القريبة منك واللي اللي واي فاي فيها ببالاش متل ما شايف هون بحط لك سرعة الانترنت وبتفوت عليها يعني بس تروح على واحدة من الأماكن اللي الانترنت فيها ببالاش بتعمل كونكت الدغرة صغيرة بايفون ممكن تخلي تليفونك ينسرق او اذا سرق لا سمح الله بيقدر الحرامة يفوت على التليفون ويطفي حتى ما تعرف مطرحه ونوقف له ياها منروح على ستتنجز وننزل على الفيس اي دي عن باس كود منفوت عليها اكيد منحط الباسورد تبع التليفون ومن بعدها منضل ننزل لنوصل لألاو اكتسس وان لوكت وهون منقفل شغلتين كتير مهمين الكنترنتر ومنرجع مننزل لتحت شوية الأكتسس وهيك لما يكون التليفون ما عمله لوك ما بيقدر الحرامة ينزل شاشة التحكم من فوق ولا بيقدر يعمل اير بلاي مود كرميل ما نقدر نوصله ولا بيقدر يوصله بأي ايفو تاني لا يتحكم كيف بترجع اي صورة او فيديو محوة من تليفونك لكبسة زر بتنزل ااب نبلاي ستور اسمه ديسك ديجر وبتفوت عليها وبتحدد شو بدك تسترجع ان كان فيديو او صورة مثلا اذا بدك صورة بتقبس على الفوتوز وبتنطل شوية بيعمل سكان لكل صور اللي محيون بتنقل صور اللي بدك ايها وبتعمل ريكوبري بيعطيك خيارات بتقبس على التالي بتحدد الفايل اللي بدك بتنزل فيه صور وبس تفوت على الجالوري بيطلعوا كلهم الدامج حركة رهيبة بالايفون اغلب الناس ما بيعرفوها تفوت على الستنج بتنزل لتحت على الفوكس وبتفوت عليها وبعدها تقبس على علامة الزائد اللي موجودة فوق وبتنقق أول خيار يلي هو كاستوم وهلأ حتشوف أشكال وقلوان كل اللي اللي تعمله هو إنه تحدد اللون والشكل اللي بيعجبوك وعلى مرائك من بعدها بتعطي اسم للشكل شو ما بدك سميه لا سميه اللي بدك يا بس تخلص بتقبس على ناكس وبالأخير دان هلأ كل ما تصحب الشاشة وبتقبس على فوكس وفجأة منشوف الشكل يلي خطرناه صار حد الساعة فوق تطبيقات الترجمة اللي عم بتنفس جوجل كتراني كتير بس اليوم جبتلك تطبيق يعتبر من أفضل هالتطبيقات وخطير قد ما بدك لأن الميزات اللي فيه كتير حلوة خليني فرجوك شو بيعمل اسمه Voice Translator or All Translate فيك تسجل صوت هو بترجملك أو بتصور نص بتحدد اللغة وبتعمل أوكي وترجمه دغري أو بتاخد الصورة من الجالوري وإخر شي Simply Translator اللي هي أنت بتكتب له النص هو بترجم خمس أسئل إذا عرفتوا تنم مننا عن جد بتكونوا أبطال هنا تك كلمة NBIC من شو بتتألف تكنولوجيا النانو تكنولوجيا الحيوية تكنولوجيا المعلومات والعلوم المعرفية بأي سنة اخترعوا آيفاد نيسان 2010 مين أول واحد اخترح فكرة الزكاء الاصطناعي هي عالمة بالكمبيوتر برياضية الأمريكية اسمها جون مكارسي مين هو أغنى متداول بالعملات الرقمية بالعالم مش ألون ماسك جورج سوروس شو هي أفضل عملة رقمية للتداول اليوم البتكون هاي دي كانت قصصنا لها الأسبوع من هنا تك شوفكم أسبوع الجاي بأخبار تكنولوجيا جديدة ورهيبة واتنسوا اللايك وسبسكرايب لمنصة هنا لبنان حطوا تصالكم الفيديوهات أول بأول وإذا عندكم أي أسئلة أو أي استفسار حابين نحكي عنا حطوا ليها بالكومنس وأنا شخصيا حرد عليها شكرا